السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطلان وارزقنا جتنابه بفضله منك يا رحمي رب العالمين اللهم صل وسلم واللهم وزد وبارك على سيد الخلق وخليل الحق محمد من عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته وسار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم آمين مرحبا بحضراتكم في الحلقة الأخيرة من جزء الأول من درسة الجزء الأول من كتابه المعجزة الدكتور أحمد بستانساعي الكتاب كان دكتور أحمد بستانساعي بيقدم فيه نظرية جديدة ومميزة لتفسير الإعجاز اللغة في القرآن الكريم بيقول إن الإعجاز اللغة في القرآن الكريم هو مظاهر التجديد اللغوي الكثيفة المستسابة والمستوعام تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اللغة المنفتحة في القرآن الكريم ويمكن البعض سأل عن الآلية الخاصة اللي خلت لغة القرآن الكريم منفتحة وتحتمل ثراء تفسيري فريد والصراحة إن الآلية صعب نحصيها في برنامجنا دا أو يعني حتى لو عملنا له برنامج خاص هيبقى صعب ليه؟ لأن هي مش آلية واحدة هي آليات كتير الحقيقة دكتور أحمد بسام سعي في الكتاب أبدع لما سماها كيميائية اللغة المنفتحة يمكن هو اختار الاسم دا لأنه بيعبر بدقة عن الانفتاح في اللغة إن الانفتاح كان في اللغة كان نتيجة تفاعلات عناصر النص القرآني المختلفة أو بعبارة أدقى ممكن نقول إن القرآن أوجد خصائص لغوية جديدة معرفهاش العرب قبل كده أو ما كانتش مستخدمة عندهم بالطريقة القرآنية الفرياية طيب تعالوا نتكلم مثلاً عن الجملة اللي احنا بدأنا بها الحلقة اللي فاتت وهي جملة الله أكبر قلنا إن ما ينفعش في اللغة إننا نذكر صيغة المقارنة ومقارن من غير ما نذكر المقارن به لكن الجملة جات بحذف المقارن به على خلاف المعهود في اللغة البشرية عموماً دي خصيصة لغوية جديدة استحدثها القرآن أو نقدر نقول إن هو تفاعل جديد بين عناصر النص أنتج لنا جملة منفتحة في المثال الثاني برضو اللي ضربنا المرة اللي فاتت هو جملة واستعينه بالصبر والصلاة قلنا إن الفعل استعان يلزم عنصرين المستعان به والمستعان عليه الآية جاءت استعينه بالصبر والصلاة فجاءت بالمستعان به لكن لم يذكر في الآية المستعان عليه فهنا ترك الجملة مفتوحة ومرنة وده اللي أدى لإن تكون الجملة منفتحة دكتور أحمد بسار سياعي بيقول إن في القرآن مئات الخصائص اللغوية الجديدة المستحدثة اللي كانت سبب في ظهور الانفتاح العجيب في النص القرآن وذكر لنا في الكتاب حوالي مئة من أهم الحالات اللي رصدها بنفسه في القرآن الكريم وذكر شواهد عليها هنمر عليها كده بسرعة يعني هذكر موضع أو موضعين مش أكتر إن شاء الله أول حالة قال إن المبتدأ والخبر لما يجوا نكرة واستشهد عليها بقية ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير المبتدأ إصلاح والخبر خير اللي اتنين جم نكرة فبقت أبواب الإصلاح في الباب مفتوحة لكل وجه مشروع من أوجه جلب المصالح في مال اليتيم مع إن الآية نزلت في الناس اللي عزلت طعام الأيتام عن طعامهم لما خافوا إن هما يكلوا من مال الأيتام التعبير القرآني ده تجاوز الحالة الفقهية الديئة بتاع الأسباب النزول وفتح لنا فضاء واسع من المسائل الفقهية المتعلقة بأموال اليتامة اللي ممكن تطرأ على الناس سواء في العصر ده أو بعد كده إلى قيام الساعة هنلاحظ إن كلمة خير النكرة محددتش إن كان الإصلاح ده هيكون واجب ولا مستحب وهنا كمان مساحة مفتوحة أمام الإجتهاد الفقه حالة تانية وهي حالة حذف المفعول به زي ما جه في قول الله عز وجل وقال الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون قالوا إيه؟ لو لا يعلمنا الله أو تأتين آية طيب الذين لا يعلمون إيه؟ يعني فين المفعول به؟ لا يعلمون كذا الذين لا يعلمون تسبت لنا فضية تسبت لنا مفتوحة قعدنا بقى ندور لا يعلمون أنك صادق لا يعلمون الحق لا يعلمون ما جاء في الكتاب مفتوحة العجيب إن هو حذف الفعل آسف حذف المفعول به في الفعل يعلمون وسب لنا الجملة مفتوحة فحصل اختلاف بين المفسرين إن كانوا لا يعلمون بحسب سياق الآيات إن كانوا لا يعلمون مين هم بقى الذين لا يعلمون هل هم اليهود ولا النصارى ولا المشركين من العرب ولا المنافقين ولا هي الآية تسبت مفتوحة علشان تصلح في نقاش الملحدين المعاصرين مثلاً الذين لا يعلمون لما مثلاً بيقولوا شفهته المشهورة هو ليه ربنا ما يكلمناش مباشرة أو ليه ربنا ما يظهرش فنشوفه أو يثبت لي وجوده بمعجزة فتخيل إن الآية بتنطبق عليهم لحد النهاردة لو الآية جاءت مثلاً وقال اليهود لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية أو وقالت النصارى لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية أو لو قال مشركين عرب لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية هتبقى مأفولة على المتكلم لكن لما تيجي مثلاً وفي ساعتها لو كنتها تيجي تستشهد بيها في نقاشك مع الموحد يقول لك أنا آسف أنا مش يهودي أنا آسف أنا مش من المشركين تمام فالآية بالصيغة دي بقت مفتوحة لكل جداد كل من يصير هذه الحجة أو الشبهة إنه هو يعرضها فينطبق عليه الذين لا يعلمون تمام مثال ثالث الله عز وجل يقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون المفعول به محذوف طيب لعلهم يتذكرون إيه يتذكرون الآيات اللي بينها لا ولا يتذكرون الجنة ولا يتذكرون أن الله غفور ولا يتذكرون الحكم المذكور في الآية وهو حكم الزواج بين المسلمين والمشركين حذف المفعول به خلانا نشوف مدام المفعول به محذوف فالاحتمالات مفتوحة فنقدر نحط هذه الجملة في أي سياق ونستشهد بيها في مواضع كتير جدا ملهاش علاقة بموضوع الآية الأساسي بأسباب النزول الجزء ده من الآية الوحده موضوع كامل ومتكامل ممكن يستشهد به في أي موضوع ويتكذب فيه كتب طبعا بمناسبة شهر رمضان إحنا ممكن يعني هيكون عندكم فرصة إن كنتوا وإنتوا بتقرؤوا القرآن تتأملوا مواضع المواضع اللي حذف فيها المفعول به وتشوفوا فايدة الحزف ده والمعاني المتعددة اللي ممكن نستفيدها من انفتاح الجملة تمام طيب خلينا نبدأ مع موضوع الحلقة النهاردة لأن احنا لسه يدكونا بنكمل الموضوع اللي فات بقلنا في الكتاب موضوع في موضوع اللغة المنفتحة صورة المتدثر أو التطبيق على صورة المتدثر ولكن ده هنخليه لآخر الحلقة إن شاء الله لأن جوامع الكلم هو موضوع مرتبط باللغة المنفتحة وهنطبق عليه برضو في صورة المتدثر يعني ايه جوامع الكلم بقى جوامع الكلم هو مصطلح ممكن نطلقه على الكلام اللي بتكون الفاظه قليلة ومعانيه كتير زي مثلا جملة إن شاء الله ركز كده وشوف المثال اللي انا هقوله لك ده لو أنت في الشغل وقلت لزميلك أو لواحد من زميلك عموما أنا هزورك بكرا إن شاء الله الجملة دي فيها تسليمك بالقضاء والقدر يعني وفيها كمان إنك أنت بتحاول تتلمس الصدق في الوعد فأنت بتقدم اعتذار مسبق علشان لو ما نفزتش الوعد يبقى أنت كده في مأمن يبقى أنت كده ما كذبتش ما خالفتش وعدك كأنك بتقوله إيه أنا هزورك بكرا ده اختياري أنا مختاري أن أنا هزورك بكرا هزورك بكرا لكن الفعل ده معلق باللي ربنا قدروا في القضاء والقدر فأنا اختياري أني هزورك وإن لم إن شاء الله عز وجل هزورك إن لم يشأ فأنا مش هزورك تخيل بقى جملة أنا هزورك إن شاء الله فيها المعنى الكامل المفتوح الفقرة اللي أنا قلتها دي كلها مين فينا بقى لما ييجي يقول بيقعد يرص الرصة دي مفيش إحنا بمجرد ما بنقول العبارة الموجزة إن شاء الله ودي كلنا بنرددها في كلامنا عموما وكلامنا كل يوم محدش هيقدر يختصر الجملة دي أو يختصر الفقرة دي الكلام ده كله في جملة أبسط من جملة إن شاء الله لدرجة إن كتير من العرب حتى من غير المسلمين بيستعملوا جملة إن شاء الله في كلامهم بشكل عفوي من غير أصد حقيقي المعنى ليه؟ لأن القرآن حالة متفردة في اللغة عمل الطفرة في قاموس العبارات والأمثال اللغة العربية والجملة القرآنية المستعملة زي مثلا استعمال جملة إن شاء الله كتير جدا زي مثلا جملة الله أعلم مسلمين وغير مسلمين بيقولوها الحمد لله بإذن الله توكلت على الله كل دي جمل بتدخل في مصطلح جوامع الكلم تمام؟ لو لاحظنا الجمل دي هنلاقيها بتجمع ما بين خمس عناصر الوضوح والاختصار وبساطة التعبير والخفة على اللسان وإمكانية إنك تنقل الجملة من معناها الخاص اللي نزلت على شانه كأسباب النزول لمعنى عام بحيث إن هي تصلح للاستعمال في حالات كتير مشتركة مع المعنى الخاص اللي نزلت فيه الخمس معايير دول هنقدر نلاقيهم في العبارات اللي نقصد فيها إنها جوامع الكلم هتلاقونا بنستخدمها في قموسنا اليوم مش بس في قموسنا اليوم ده فيه جمل بتستعملها الناس بكثافة خليني مثلا أقول لكم قولي يعني مثلا كتير قوي بنستخدم سيمهم في وجوههم يا الراجل ده مثلا الأهل صلاح سيمهم في وجوههم والله على ما نقول وكيل وأما بنعمة ربك فحدث الموضوع ده لا 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 ما تشغلش المغربي لا يسمن ولا يغني من جوع الجمل دي دخلت في تعبيراتنا اليومية بسهولة جدا اللي أعجب من كده إن في عندنا جمل كتير في القرآن الكريم تنفع إن هي تكون من جوامع الكلم لكن إحنا لسه ما تعودناش عليها وما دخلتش في قموسنا اليومي ما بقتش اللسن الألسن مش معتادة عليها برغم إن هي بتتحقق فيها الخمس شهر يعني تخيلوا إن القرآن الكريم لسه ثري ولسه كنوز القرآن منتظرة اللي يستخدمها زي مثلا جملة فاستبقوا الخيرات أو جملة إن ذلك من عزم الأمور أو جملة أخذته العزة بالإثن في جمل كتير ممكن نلاقيها وإحنا بنقرأ القرآن هنا دكتور أحمد بسام سيعي بيقترح إننا نستخرج الجمل اللي بتنطبق عليها المعايير الخمسة دي ونفرد لها قموس خاص بحيث إن إحنا نستخدمها في لغتنا مش بتكون مقتصرة بس على القرآن تمام إلا أعجب من كده إن جاء في السنة إن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام سليما في قال أتيتو خمس لن يؤتوهن أحد من أبياء قبلي منهم أتيتو جوامع الكلم بعض العلماء قالوا إن جوامع الكلم هنا في الحديث مقصود بها القرآن فتخيلوا إن على المعنى ده هيكون جوامع الكلم هو أحد أسماء القرآن وده تأكيد لمدى طغيان ظاهرة جوامع الكلم في الألفاظ القرآني أو في القرآن الكريم وده في حد ذاته طفرة ما حد شيء قدر يعملها فيه علماء تانيين قالوا إن جوامع الكلم مقصود بها إن قدرة النبي على التعبير بألفاظ قليلة موجزة يعبر بها عن معاني كتير وده فعلا بنلاحظه وبنلاقيه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وده من أحد أسباب اللي بتخلي السنة تحفظ سهلة الحفظ برغم الفرق الكبير ما بين لغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة القرآن إلا إننا برضو بنقدر نحفظ السنة شوفوا مثلا بعض الجمل اللي جاءت في السنة النبوية وتنطبق عليها المعيير الخامسة الخاصة بجوامع الكلم جملة مثلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك جملة ألها البلغت جملة بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا عامدا متعمدا كلها جمل جاءت في السنة وتنطبق عليها مصطلح جوامع الكلم بس فيه تنبيه صغير وهو إن احنا نخلي بالنا من ظلال التعبير القرآني في جوامع الكلم القرآني يعني إيه مشكلة إن أنا مثلا خلونا أضرب لكم مثال لو واحد جاء أنتوا قاعدين في قاعدة فواحد بيقول خبر فأنت جاءت تقول يا جماعة فتبينوا اللي قال الخبر ده هيزعل منك ليه لأن جمل كلمة فتبينوا دي مرتبطة بقول الله إن جاءكم فاسقهم بنبأ فبقى كده بكلمة فتبينوا بس وده من جوامع الكلم كأنك بتتهم الشخص المتكلم بإنه فاسق أو مثلا لو جيت قلت لاصحابك أنا عزمت ثلاثة وإنت رابعهم أو عزمت ثلاثة ورابعهم فلان خمسة وسادسهم فلان كارسة ليه؟ لأن ظلال التعبير القرآني جاءت في سياق سورة الكهف سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم فظل التعبير القرآني صبغ الصيغة اللغوية دي بصبغة معينة مطبوعة في عقلنا وسبحان الله فكر كده في أي كتاب أي كتاب بشري ممكن يكون ثري وكثيف بالجوامع الكلم بالصورة دي اللي يخلي الناس تتقبلها مظاهر تجديد لغوي كثيفة والناس تتقبلها مستساغة ومش بس كده وتستخدمها في لغتها اليومية على مدى قرون متطاولة والحد دلوقتي بنقول أن احنا نقدر نطلع من كنز القرآن جوامع الكلم القرآني نقدر لسه نطلع جمع جديدة نستخدمها في لغتنا البشرية اليومية طيب كده نبقى خلصنا الموضوع وفضلنا الجانب التطبيقي اللي هو هنطبقه على سورة المدثر زي ما احنا تعودنا فتعالوا مثلا نشوف الجمل اللي دكتور أحمد بستان سياعي قال ان هي بينطبق عليها الخمس معايير بتوع جوامع الكلم طبعا مع ملاحظة ملاحظة هامة ان احنا جمعنا الموضوعين مع بعض لان جوامع الكلم من الجمل المنفتحة تمام فالجمل المنفتحة ده بحر بنطلع منه الدرر اللي هي جوامع الكلم طيب هنلاقي مثلا قول اللي عز جل قم فأنذر من جوامع الكلم ولربك فاصبر فذلك يومئذ يوم عسير خد بالك ان احنا قلنا ان الشروط الخمسة او المعايير الخمسة من ضمنها الوضوح والخفة و جرينا اهم واحد فيهم ايه انك مش مش بتكون محكوم باسباب النزول يعني الجملة زي ما هي كده ممكن تطلعها من سياقها وتستخدمها في سياقات تانية كتير جدا قم فأنذر قال ممكن نقولها في ايه وقت والأي حد انت عاوز تحركه قم فأنذر ولربك فاصبر اي حد بيمر بابتلاء اي حد هنكلمه عن يوم القيامة هنقوله فذلك يومئذ يوم عسير واحد لما بيكون تعبان سأرهقه صعود الذين في قلوبهم مرض انها لا احدى الكبر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر نخوضه مع الخائضين حمر مستنفرة كل دي جمل ممكن نستخدمها وبنستخدمها بالفعل في كلامنا العادي لكنها بغض النظر عن استخدامنا لها هي في سورة المدثر هي من جوامع الكلم كده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الجميلة مع كتاب الماتع المعجزة سبحان الله ذي ملكوت يا شاء الله عز وجل اننا ننتهي من قراءة ومن درسة الجزء الاول من الكتاب مع بداية غرة شهر الفضيل شهر رمضان يمكن نقدر نعيش مع القرآن معايشة العرب اللي نزل عليهم القرآن الكريم زمن النبوة ونحاول نستشعر اللي هم سمعوه وحسوه يمكن نقدر نتلمس العجز اللي حسوه وشعروا به لما القرآن تحداهم بان يأتوا بسورة من مثل جزا الله دكتور احمد بسام ساعي خيرا على البحث الماتع والكتاب اللي انا على الناس شايفه انهم معجزة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا له اللي هنت استغفرك وتبوليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل مقفل اه انا كل يوم اه متعود ان انا بعمل بالليل بعمل جلسة قراءة على تيليجرام فان شاء الله رب العالمين في شهر رمضان اه هيكون اه هتكون جلسة القراءة خاصة بالجزء التاني من كتاب المعجزة هنقرأ فيه الكتاب وهنحاول نتلمس التطبيق العملي للجزء الاول جزء الاول خاص بالجانب النظري من من النظرية بتاعت الدكتور رحمة بسام ساعي في الاعجاز اللغة في القرآن الكريم هنطبق ده ان شاء الله رب العالمين في الكتاب او في الجزء التاني خلال شهر رمضان الجزء التاني هنبندرس فيه سورة الفاتحة مع قصار السور من اول سورة الناس لحد سورة واتين وازيتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر